يعني كابتن يوسف بلايلي كان مرشح خاصة بعد كأس أفريغي اللي حصل إنه كان هو مع بنجاح إنه يكون هو ثنائي صحي معول عليه في نادي السد ويذهب السد بعد نقدر آه كان رح يلعب السدق نعم هي كانت المقترحات إنه كان ممكن يجي تأثير لكن لما يجي نادي قطر نادي قطر كان وضعه غير جيد في الدوري لكن أشوف النقلة اللي سواها يوسف بلايلي تلك اتصالات متتالية أكثر بدأ هدفه قفز في نادي قطر وأصبح من الفرق اللي تحرج الفرق اللي هي الأقوى يعني هناك في قوة ضاربة بالنسبة لشخصية يوسف بلايلي ما يقدم من ناحية الأمور الفنية ضدا مهم كثير من المدربين يحتاج لعب ياخذ القرار الفردي من ناحية المراوغة من ناحية المباغة يعني الجرأة التزديد هذا اللي سجل فيها كان هذه جرأة وليس وليس أحد هذه جرأة في بعض اللعبين يعني مش أي لعب عادي طبعاً لأنه هي في مغامرها ليش من هنا وشوتها في لعبة مثل هذه يعني الهدف اللي جاء عندنا في الدوري القطري هنا كانت لعبة فيها حرفنا بشكل مبين لأنها كانت تغريباً بس إنها كانت هي ثابتة على الأرض والبارح حاول مع الحارس من بعيد أن يدر نعم ولكن مشتلوس دليل أنه عنده سرعة بديهة وعنده حضور ذهني عالي على الرؤية البعيدة في أرضية الملاعب لما حتى مشرح الهدف قال لك أنه أنا لمحت الحارس فهذا مش لاعب عادي والتبن لا لا طبعاً التوفيق